بإذن الله هابدأ معاكم في سلسلة فيديوهات جديدة MCQ المالتيبلتشويس كوستشنز طبعا بتيجي في كل الكليات والمهم ان انت تكون عارف بتختار الاجابة الصح على اساس ايه ان شاء الله هعمل سلسلة من فيديوهات المالتيبلتشويس كوستشنز في كل البرانشات هتتعمل تباعا كل اسبوع هعمل فيديو لمالتيبلتشويس كوستشنز هابدأ اولا بالانتروضاكشن فيسيولوجي خلال هذا الاسبوع الاسبوع اللي بعده النيرف الاسبوع اللي بعده اوتونوميك الاسبوع اللي بعده هنعمل سكيلتال مصل وهكذا الفكرة ان الطلبة تكون عارفة هي بتختار الاجابة على اساس ايه بالزبط زي كتب المعادلة الاجنبية لازم نكون عارفين احنا بنفكر ازاي طيب ايه النقاط المشتركة اللي موجودة في الامس كيو اللي ممكن تلخبطني علشان نتفاداها فباذن الله هتلاقوا السلسلة دي تكون مفيدة وحنقدر من خلالها نفكر مع بعض ونسترجع اهم نقاط البرانش في شكل متابعة بحيث تبقى انت فاهم وانت بتشوف الجملة على الباور بوينت كامس كيو انا بختار بالصح على اساس ايه ممكن تلاقي مسائل فعايز ان شاء الله لما هعلن عن اول فيديو ليا في الامس كيو تكون جاهز معاك بكالكوليتور ده مهم جدا بحيث انت بتتدرب معايا ازاي تفكر في حل الاسئلة طبعا بالنسبة لزميلكم اللي سألوا على فيديوهات الرينا الامس كيو ان شاء الله هنعمل امس كيو للرينا الكامل وحنستعرض فيه جميع الاسئلة المهمة وطريقة التفكير ان شاء الله في النهاية اتمنى التوفيق لكل الطلبة في مصر والعالم العربي كل الناس اللي بتشوفنا في القناة يشرفني متابعتهم طبعا لينا وان شاء الله نقدم لهم فيديوهات مفيدة تكون مهمة في المستقبل ليهم وكمان تفرق لطلبة الدراسات العليا لو عايز يفتكر معانا ازاي يفكر برضو يشرفنا متابعتكم جميعا في النهاية كان معاكم دكتور محمد فايس دكتور الفيسيولوجي كلية طب عين شمس ترجمة نانسي قنقر